كانت يوما عاصمة الثقافة الإسلامية وحاضرة التراث الإنساني وكبرى المدن السورية المأهولة بالسكان أما اليوم ومع توحش الأسد وحلفائه تتفاقم الكارثة الإنسانية في أحياء مدينة حلب مع استمرار القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام المتمركزة في المربع الأمني للمدينة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء في حيي بستان القصر والمشهد بمدينة حلب جراء الغارات الجوية فضلا عن دمار كبير لحق بالأبنية السكنية أما أحياء الميسر وباب الحديد والمواصلات والشعار فتعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات النظام ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين فيما شنت الطائرات الروسية غارات على حي صلاح الدين استهدفت تجمعا سكنيا ما أودى بحياة أربعة أشخاص من عائلة واحدة تزامن ذلك مع غارات جوية روسية على طريق الكاستيلو ومحيط مخيم حندرات بريف حلب الشمالي فيما استهدفت قوات النظام بقصف مدفعي مدينة حريتان من مواقعها بكتيبة حندرات وفي ريف حلب الجنوبي لا يختلف المشهد كثيرا عن ما تتعرض له أحياء مدينة حلب حيث شنت طائرات النظام غارات على بلدات العيس والزربة وإيكاردة ومحيط خانطومان بالإضافة لقصف عنيف براجمات الصواريخ فيما قال المكتب الإعلامي لريف حلب الجنوبي إن حشودا كبيرا للنظام والميليشيات الشيعية شهدت في قرى عبطين والحاضر تمهيدا لعمل عسكري متوقع في المنطقة وفيما تشهد مدينة حلب وريفها من غارات جوية عنيفة يتقدم الجيش الحر في ريف حلب الشمالي على حساب تنظيم الدولة بعد إحكامه السيطرة على قرى وبلدات كفرشوش وكفرغان وتل حسين وبريغيدا والفيزرية وذلك عقب معارك عنيفة مع التنظيم تزامنت مع قصف مدفعي تركي وغارات لطائرات التحالف الدولي استهدفت مقرات لتنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي